لماذا مع الوزير وصفتم المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الافريقي بأنها كالمدرسة الليلية لم ينجح أحد ماذا قصدت بذلك نعم وما سبب الرسوب الرئيسي في هذه المعادلة الحقيقة الذي يتبع في هذه المفاوضات أشياء ترجع لقرن الثامن عشر أو حيث كده ناحية التنظيمية غريبة جدا الأول يجمعوا الفنيين والخبراء والقانونيين وتاني يوم يجيبوا الفنيين والخبراء والقانونيين يقودوا مع الوزراء عشان يعملوا بريفنج للوزراء أو يدوهم ملخص طيب ما الوزراء هل أي حد من الفنيين أو القانونيين يقدر يعمل أو يقوم القرار بدون الرجوع اللي هو وزيره استحالة فتضيع وقت بعد كده يجي المراقبين يكتمعوا مع كل وفد يقول لهم طفاهمونا إيه مشاكلكم فتلاقي حددك ثلاثة أيام ضيعة مع المراقبين والخبراء ثلاثة أيام ضيعة مع الفنيين والقانونيين والوزراء لم يكتمعوا إلا سويعات فيها مناقشات كلامية لم يتم حل فيها أي مبند من بنود المفروض الحقيقة يعني الكلام ده من 30 أو 40 سنة اخترعوا نظام مؤتمرات والتفاوض قبل ما نبتل نتكلم بنحدد المشاكل لو عندنا خبراء وده شيء طيب ومراقبين يبتلوا يكتمعوا مع كل وفد على حدة ويبتلوا يحطوا المشاكل ويبتلوا يحطوا بداء الحلول وبعد كده يخلوا تفاوض الناس تحت برأبتهم ويبتلوا يختاروا حياتي الحلول الكلام ده الحقيقة غير وارد على الإطلاق بال بالعكس ده طلبين من كل دولة كمان ترفع تقرير نهاي وتقرير متوسط إلى رئيس الدعاء الأفريقية معاي وزير ما الهدف من ذلك هل تقصد انهاك مماطلة محاولة افشال لهذه المفاوضات انا الحقيقة مش بقصد يعني بس لا دنابعني ومأتأكد ان هذا الامر الحقيقة فيه اهضار شديد جدا للوقت وفيه اعداد دوكمينس على اساس احتمال فيه وجود بعض النواية لإحالة القضية برمتها إلى بعض لجان الاتحاد الأفريقي يعني انا مش شايف حتى ان فيه جهود بتبزل عشان تقريب وجهة النظر ده انا شايف ان فيه ملفات بتعد عشان نقعد في لجنة بقى نقعد فيها سنة ولا سنتين نتفاوت حول هذا الجزء ولذلك معاي الوزير طرحتم تساؤلا بوجود دولي كيف لاثيوبيا أن تطالب باطلاق يدها لتحديد كميات المياه التي تذهب من النيل الأزرق الدولي إلى دولتي المصب مصر والسودان الله يا فندم السؤال ده الحقيقة وجيه جدا لسببين أول سبب مصر والسودان لديهما الاتفاقيات القانونية مع أثيوبيا أنها تمنع مساس أثيوبيا بأي نقطة مياه في النيل الأزرق وبالرغم من هذا وفقنا على المشروع وبعدين بتطالب أثيوبيا في التفاوض مع مصر والسودان اللي هما بيتفاوضوا على إيه؟ بيتفاوضوا على عدم الضرر بتطلب منهم إطلاق يدها بحرية كاملة لتحديد كمية المياه التي تروح لأي من الدولتين في وجود مين؟ في وجود الأمم المتحدة؟ في وجود أصلي الولايات المتحدة الأمريكية؟ في وجود الاتحاد الأوروبي؟ في وجود الاتحاد الأفريقي؟ كلام كله ضد مبادئ القانون الدولي اللي احنا تعلمناه وضد جميع الاتفاقيات التاريخية في جميع قرات العالم الخمس شيء غريب جدا والناس كلها ملتزم الصمت